ونصل الآن إلى شاشة تفاعلية تصحبنا ككل يوم زميلة ناجات بوتفسوت أحيك الله مساء الخير مساء الخير جوهرة إذن نحديثنا اليوم عن الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا واستعداده لزعيم جديد ربما نعم خلال الشهر المقبل سنتحدث أيضا في هذا العرض التفاعل الجوهرة عن الهزائم التي مني بها الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا وكذلك الانقسامات داخلها وكذلك الحصيرة الاقتصادية للحزب في عهد زوم السلام عليكم خلال الشهر المقبل وتحديدا يوم السادس عشر منه ستتجه الأنظار نحو عاصمة جنوب إفريقيا جوهانسبيرغ التي ستجهد تنظيم مؤتمر انتخاب زعيم جديد لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم خلفا لجاكوب زومة الذي نجى من عدة محاولات لحجب ثقة عنه كرئيس على خلفك سلسلة من الفضائح السياسية والمالكة تسببت هذه الفضائح في هزائم متتالية للحزب نذكر من بينها تلك التي منق بها خلال الانتخابات البلدية الأخيرة بعد فقدانه رئاسة بلدية بريتوريا وجوهانسبيرغ وبورتا إليزابيت لصالح المعارضة كما تسببت تلك الفضائح في حدوث شقاقات عميقة بصفوف الحزب الممسك بزمام السلطة منذ نهاية عهد الفصل العنصري عام 1994 انقسم هذا الحزب إلى معسكرين أحدهما يساند دلاميني زومة الرئيسة السابقة لمفوضية الاتحاد الإفريقي وهي الزوجة السابقة لجاكوب زومة في حين يدعم المعسكر الآخر سيريل رمفوزة نائب الرئيسي الحالي وتقوله رئاسة الفريق البرلماني للحزب الحاكم إن على زومة أن يتنحى عن الرئاسة فورا بعد انتخاب زعيم جديد للحزب ويرى بعض المحللين أن عزل روبرت موغابي في زمبابوي يشكل إعلان يقضى بالنسبة لجنوب إفريقيا وقد عرض المحللون مجموعة من نقاط الالتقاء بين زمبابوي بقيادة موغابي وجنوب إفريقيا بقيادة زومة كقيام الحزبين الحاكمين بإرساء نظامين يتسمان بالزبونك وتشبثهما بخطاب ثوري بائد يرتكز على تفسير خاطئ للوطنك كما تسبب في تدهور الأوضاع الاقتصادية للبلدين منذ الركود الكبير الذي عصف بالبلاد عام 2008 و2009 والذي تزامن مع وصول زومة إلى الحكم لم يستطع الاقتصاد الجنوب إفريقي إيجاد طريقه للنمو يعيش البلد حاليا على إيقاع اقتصادي بطيء مقلق وتتوقع بونكو الاستثمار أن يصاب اقتصاد جنوب إفريقيا بالانكماش بداية 2018 موضحة أن وكالات التصنيف الاقتماني حذرت مؤخرا من أن تدهور النقطة أو أن تدهور النقطة السيجادية للبلاد سيضعها أمام انكماش يفوق واحدا في المئة خلال الفصل الأول من السنة المقبلة في جنوب إفريقيا التي تحد من بين الدول الأكثر تصنيع البلقارة يصل محدد البطالة إلى 27% فيما زاد حدد سكانها ممن يعيشون في فقر مدقع بشكل مثير للقلق بين عامي 2011 و2015 ليبلغ 55% من مجموع السكان الباليخي عددهم 56 مليون نسمة ويشكل السود الغالبية الساحقة من الفقراء وقد أدى تضاعفها المشاكل المرتبطة بالحكمة السيجاسية والاقتصادية طيلة السنوات الثمان الأخيرة إلى تراجع ثقة المستثمرين في هذا البلد إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من 30 عاما هذا ويتوقع أن تعرف العملة الوطنية التي وجهت موجات متتالكة من تراجع قيمتها خلال الأحوام الأخيرا خفاضا يصل إلى 13% من قيمتها الحالكة وحسب بنوك الاستثمار فإن أي خفاض جديد قد تعرفه النقطة السيجادية للبلاد سيؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم شكرا على المتابعة عود إليك شكرا جزيلا لك ناجت على كل هذه التوضيحات ترجمة نانسي قنقر